بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى برونواي دار السلام الشقيقة في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقين البلقية سلطان برونواي دار السلام يجري خلالها مباحثات مع جلالته تتناول العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتنمية أفاق التعاون المشترك على كافة الصعود إضافة إلى مجمل الأوضاع والمسجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع اهتمام البلدين وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار برونواي الدولي صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان برونواي دار السلام وصاحب السمو الملكي الأمير مهتدى بلا ولي عهد سلطانة برونواي وقد رحب صاحب الجلالة سلطان برونواي بجلالة الملك المفدى وبزيارته التي يقوم بها بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى إلى قصر نور الإيمان وقد اصطفى على جوانب الشارع طلاب وطالبات المدارس ملوحين بأيديهم وبأعلام البلدين مرحبين بجلالة الملك المفدى وبهذه الزيارة الميمونة وقد جرت لجلالة الملك المفدى مرسم استقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي لمملكة البحرين والبرونواي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالة الملك المفدى ثم تفقد حضرة صاحب الجلالة حرس الشرف الذي اصطفى لتحية جلالته ثم صافح جلالة الملك المفدى كبار أفراد العائلة المالكة في برونواي الشقيقة وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى برونواي بينما صافح سلطان برونواي دار السلام الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى بعد ذلك منح جلالة السلطان حاج حسن البلقية إلى جلالة الملك المفدى وسام العائلة المالكة لعرش برونواي تقديرا لدور جلالة الملك المفدى حفظه الله في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها ثم دعا صاحب السمحة الدكتور الأستاذ عبد العزيز بن جويند مفتي برونواي دعاء السلام استهلوا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أن يحفظ الله قيادة البلدين وشعبهم الشقيقين ويديم عليهم الرفع والعزة والتقدم داعيا أن يكون هذا اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة وجلالة سلطان برونواي لقاء لكل ما فيه خير البلدين وتقدمهما وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفقهما لخدمة الشعبين الشقيقين بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اجتماعا مع صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان برونواي دار السلام بحضور أعضاء الوفدين وذلك في قصر نور الإيمان في عاصمة برونواي بندر سري بكوان وفي مستهل الاجتماع أعرب جلالة الملك المفدة عن شكره وتقديره لجلالة سلطان برونواي دار السلام وشعب بلاده الشقيق على ما حظي به جلالته من كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى دعوة جلالته الكريمة لزيارة برونواي والذي يعكس تميز العلاقات الودية بين البلدين فيما رحب جلالة السلطان حاج حسن البلقية بجلالة الملك وبزيارة جلالته الهمة والتي ستعطي دفعة لرفعة مستوى التعاون الوثيق إلى أفاق أرحب وأوسع وجرى خلال اللقاء استعرض مسار علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والعمل على التطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك على الأصعداء الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وأكد صاحب الجلالة وجلالة سلطان برونواي على أهمية موصلة تعزيز أفاق التعاون في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاستثمارية والثقافية وإمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج المشتركة وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تحرص على تنمية علاقات الصداقة وتعزيز مجالات التعاون مع برونواي والارتقاء بها لمستويات وآفاق أرحب تعود بالخير والمنفع على شعبي البلدين الشقيقين معربا عن تطلعه إلى أن تحقق زيارته نتائج عملية على مستوى التعاون الاقتصادي والاستفادة من تجارب البلدين في شتى المجالات ونوه جلالته إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين الاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والثقافية التي يصغر بها البلدان وتعزيز أواصر التعاون على كافة المستويات وأشاد جلالة الملك بهذه المناسبة بالدور الذي تطلع به برونوايدر السلام بقيادته جلالة السلطان حسن البلقية بمحيطها الأسيوي وإسهاماتها في خدمة القضايا الإسلامية متمنيا لشعبها الشقيق ددوام التطور والتقدم والازدهار من جانبه أشاد جلالة السلطان حاج حسن البلقية بحرص جلالة الملك المفدى وسعيه دائما لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتينة مع بلاده مبديا في الوقت ذاته حرص برونواي على توسيع أفاق التعاون مع مملكة البحرين على كافة المستويات بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين وأشاد بما حققته البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى من نهضة اقتصادية وتنموية وما تشهده من تطوير مستمر في مختلف القطاعات كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهة النظر حول التطورات والمسجدات الراهنة إقليميا ودوليا والقضايا موضع الاهتمام المشترك